بس الحقيقة تشغل أقدار أن مقدمة الحلقة تكون بعيدة تماماً كل البعد عن ماتش إمبي الحقيقة أنا حابب أتكلم في قصة فينيسيس جونيور وتعالوا نشوف كده الصورة وما همليش علع على الواقع أوي لأنه بالتأكيد هي واقعة تصير استياء الجميع ما فيش حد يقدر يقبل أي إساءة من أي نوع كانت بسبب الجنس أو بسبب اللون أو بسبب الدين ده فينيسيس جونيور لعب برازيلي دولي يلعب في منتخبت برازيل ونجب من نجوم ريال مدريد وتقدر تقوله أنه واحد من أهم نجوم الكرة في العالم دلوقتي وده محمود عبد المنعم كهرباء نجم كبير جداً 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 حكم أرقامه وإنجازاته ومساهماته سواء دولياً أو مع النادي الأهلي أو طول مشواره الاحترافي في الكرة حتى مع نادي الزمالك وحتى مع تحاد جدة وكل أندال العب فيها هو بالتأكيد واحد من أهم نجوم كرة القدم في مصر وأفريقيا والوطن العربي ده اتعرض لإساءة عنصرية أثناء مباراة فالينسيا وريال مدريد القصة هنا أن الدنيا قامت وما عادتش القصة هنا أن العالم كله بيتكلم عن العنصرية والإساءة لفينيسيس جونيور للدرجة التي تقدر تقول فيها أن الأمور تطورت وكادت أن تصل لمشكلة دولية للدرجة التي خلت رئيس البرازيل يطلع بيان للدرجة التي خلت عدد كبير جداً من كل لعاب العالم مش بس الناس التي تلعب في الدولة الأسبانية تتضامن مع فينيسيس جونيور للدرجة التي خلت المنافس التقليدي أو الغريم التقليدي لنادي ريال مدريد ومديره الفني شابي يعلقوا ويأكدوا على تضامنهم مع فينيسيس جونيور ضد الإساءات العنصرية قصة تكررت مرة واثنين وثلاثة لغاية لما انفجرت مبارح في مباراة فالينسيا في الدولة والطرد على إثر تطوراتها ومشكلاتها فينيسيس جونيور من المباراة خلصت القصة ما خلصتش تصريحات وتصريحات مضادة لكن اللي عايز أقوله هنا أنه نفس القصة دي حصلت مع محمود كهرباء في مصر وللأسف الشديد الكل اكتفى بلا أرى لا أسمع لا أتكلم المقارنة هنا الحقيقة اللي عايز أقف مع حضراتكم عليها وأنا مش هعلق أنا طالب من حضرتك تفكر وتشغل دماغك وتعلق وتشوف إيه الفارق القصة اللي أنا عايز أقف عندها هنا هي رد الفعل رد الفعل اللي تقريبا يكون من النقيد للنقيد رد الفعل المختلف بدرجة 180 درجة إساءات بالجملة وإهانات تصل إلى حد وصفها بالعنصرية يتعرض لها محمود كهرباء ومسمعناش أي رد لا من الوسط الرياضي ولا من خارج الوسط الرياضي لا من جامعات حقوق الإنسان ولا من التحدي الكهرة ولا من ربطة الأندية ولا من لجنة الانضباط ولا من لجنة العقوبات ولا من لجنة الاستئناف ولا من أي حد أتكلم على الإساءة التي تعرضت لها والإهانات العنصرية التي تعرضت لها محمود عبد المنعم كهرباء والكل اكتفى باللقرة لأسمع على أتكلم الفارق الواضح بالنسبة لي أنا الترجمة أو المقارنة اللحظية في أوقات كده عقلك بيربط بين مشاهد ومشاهد تانية وبتعمل مقارنة بشكل لا إرادي هو دا اللي حصل في لقطة فينيسي الجونيور معايا وافتكرت في ساعتها الإهانات والإتهامات اللي طالت محمود كهرباء وأهل محمود كهرباء ومحدش تحرك في بعض الأوقات بعتقد يعني أن كل مفترض أنه يتفعل هذا في بعض الأوقات وخصوصا لما تكون بنتكلم على شخصية عامة شخصية مؤسرة شخصية ليها جماهريتها وليها متابعيها وليها عشقها ومحبينها في بعض الأوقات مهمة جدا أنه نرسل قواعد مش مفترض أبدا رغم أنه طبعا محمود كهرباء ومن وراء النادي الأهلي تقدموا بشكوى ضد الإهانات والإتهامات اللي طالت محمود كهرباء والشكوى دي لم يبت فيها بأي شكل من الأشكال لكن في ظني وفي رأيي وفي تقديري أنه في بعض الأوقات المواقف مش لازم أبدا ننتظر تقديم شكوى مش بس لازم ننتظر أن يكون فيه تحرك قانوني أين كان بقى مع سلطة قضائية أو مع لجان منوط بيها أنها تحقق في بعض المخالفات في لجانة تحدي الكرة المختلفة في بعض الأوقات لازم نكون فاعل ومش رد فاعل وده اللي ما حصلش كهرباء عن الفارق بين فينيسيس وكهرباء حدث ولا حرج ولحضراتكم مطلق الحرية في التعريق